تتزايد تتوسع إلى اللامحدود تلك هي أزمة السكن في بغداد أزمة مركبة تتداخل فيها الكثافة السكانية وعدم إنشاء مدن جديدة وغلاء الأسعار فيما ينشأ من مجمعات سكنية معطيات جعلت خريطة العشوائيات تتسع لتقترب من 170 منطقة عشوائية في العاصمة مع استمرار الأزمة أتساع أزمة السكن مع غياب المساكن وطئة الكلفة دفع بعض المواطنين لتقسيم بيوتهم لصيما وأن الكثافات السكانية تمركزت بقلب بغداد مما أدى إلى التجاوز على المناطق الزراعية وحلها ضمن رؤية وزارة الإعمار والإسكان هو توفير الحاجة من الوحدات السكنية والتي تقدر بثلاثة ملايين وحدة سكنية يعني بالأرقام الأرقام الدقيقة طبعاً إذا تسمع كل واحد ممكن يمطي رقم بس أنا بقناعتي متقل عن 2.5 إلى 3 مليون وحدة سكنية أكو حاجة فعلياً لها بالعراق تساهم على الأقل بحل جدء من هذه المبادرة من الحاجة السكانية الكبيرة للعراق وفي ظل عدم التوجه لتحديد النمو السكاني أضحى العراق الأعلى نمواً في المنطقة وهذا قد يؤدي إلى انفجار سكاني وفق مختصين لسيما وأن من المتوقع أن يكون عدد نفوس العراق 55 مليون في عام 2030 ومع تعظم النمو السكاني تفاقمت أزمة السكن لسيما باستمرار غياب الحلول لمعالجتها وتساعد الأسعار في سوق العقارات لتبقى هذه الأزمة شخصة مستمرة من العاصمة بغداد بدر الركابي التغييد